فعاليات الندوة الندوة التي افتتحت من قبل رئيس الجمهورية والتي عرفت تنظيم عدد من ورشات العمل إذن للحديث أكثر حول هذه الندوة يسعدني أن يكون هنا معي في الستوديو الأستاذ مرادة بوعتو رئيس المجامعات والمشروبات الجزائرية مرحبا بك سيدي مرحبا وشكرا على الاستاذة إذن بداية سيديك السؤال الأول ربما لو تتحدث لنا عن فعاليات هذه الندوة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام يعني برؤياكم ما هي مخرجات هذه الندوة الندوة هذه على كل حال نشكره على كل حال الوزارة الصيناء اللي نظمت هذه الندوة الوطنية واللي جمعت المؤسسات المؤسسات للمنظمات واللمنظمات والجروب مهدو إيكونوميك مسمع مجمع اقتصايا مسمع كلستر هذه الندوة هي ستي يعني تاريق باش نديرو وندياغنوستيك وين لحقنا ونديرو 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 ونخرجو باقتراحات كما قلت هدو كانوا أربعة وراشات وانا شاركت في الوراشة الأولى هي تحسين الجو الجوة والاستثمارات والحماية الانتاج الوطني ونحن كم جمع مجمع اقتصاديين اللي نجمعوا على المسيرين في القطاع الصناعي بدلنا اقتراحات ونقولوا باللي كان يعني فيها سينيال فور باش تولي تيقى لأنها يعني بزاف المصنحين اللي زندشاء المؤسسات الصغيرة يعني لكل حال كان هذا الكوفيد ويعني وقانيت من كسرطان بيروكراسي وانا نظن باللي يعني رئيس الحكومة اعطانا دي سينيو فور باش تولي هادة التقار مثلا في ميدان تحصل على العقار الصناعي نعم خلقوا يعني ما بين يا الاقتراحات ولكن كان النظرة الجديدة نوفال فيزيون هذي اللي كنا نسنعه ما هو الموضل ايكونوميك اللي راح نتلقوا فيه وقلنا باللي قال سيدة راس باللي الفين واثين وعشر صبيت لاني ايكونوميك يعني الانطلاق الاقتصادي الجزائرية الجديدة واحنا اجتماعنا مستعدين باش يعني نزيد ونستطمروا يعني المؤسسات ولكن رفع العراقي يعني في هادشي الخطب كان متوجه يعني إلى المسيرين للمجموعات هذه الاقتصادية أو بصفة عامة جميل فقط سيد مراد تحدثت عن العراقيل ربما قيود التي شدد عليها رئيس الجمهورية يعني للمضي في هذا المخطط يعني لتحصين الاقتصاد الوطني خاصة في سنة 2022 برأيكم يعني كمجمع ما هي القيود أو العراقيل التي تتعرضون لها يعني العراقيل معروفة هي مثلا الـ 75 مشروع كانوا يعني متوقفين لماذا؟ وهو يعني التوجيه هو رفع هذا العراقيل هذا لتحصيل الى العقار الصناعي العقار الصناعي و باش يكون يعني جو نخلقه جو جيد هذا هو التوجيه ليدان ومن الـ 2021 راح يدبروكي 75 مشروع لي قدروا يعني يكونوا 75 ألف منصب الشغل يعني باش نقولوا بلي يعني وش توجيه هذا تعال يعني الرئيس الجمهورية هو كي ما قلت لك باش نخرجوا باقتراحات نووال ستراتيجي ويوجد نكوتي يعني رمي سبعنا مراد أنت تحدثت وقلت أننا قدمنا اقتراحات نعم وش يأبرز الاختراحات ولا النقاط التي قدمتها أنتم كمجمع وليوم فالوارشات شفنا بلي كريئة نووو كادر رغلومنتر باش نطوروا هاد لكلستر وخرجوا في الاسباح الوارشة الأولى وفارشة تتم ما بين اقتراحات يعني وحدرنا على لوجيستيك خلق في ونبوو دي دي فرنتير دي بلاتفورم لوجيستيك وقلنا يزميكون دي زند فرنش دي زند منطقة هاد وحرر لكي يسهلوا لانفستيسمن دي ركت ترانشي هذا هو لسينار فور وباش يكون يعني الاستثمار لي صدر قانيت لأن عطينا مثال على شركة هاد توركيا لها تصدر أكتر من سبعة مليون دولار لتصدر لفليار سيديروجيك وهذا البروجي ستركتورو احنا قلنا يلزم نتلقو بذار البروجي هادو كما نقول ستركتورو حضرنا على الميناء تحمل أحمل النية لأن اليوم كان منافسة كبيرة في لوجيستيك كان دي هاب لوجيستيك يعني بصيفة دقيقة لا نقلوش ندخل في التفاصيل لكن أنا نظن بلده كايين نوفال فيزيون وكايين خلق جو باش تكون تيقى هذا هو الأساس يعني لبيري الاقت دين بسيس من لبيري لزين بسيس بالعراقل العراقل هضرنا على تحصل على العقار الصناعي العقار الفلاحي ربما هي أهل نقطة فيما يخص الاستثمار العقار الصناعي مخرجات كانت ربما الندوى قانون استثمار جديد ووكالة وطنية للعقار الصناعي كان دارو يعني كانت نوالي وعلى الواء سو الانفستيس ورايحين ينفون لادابتي باش يخرجوا اوك نوفو قدر جريدك ليعطي نسرط يعني بوليبيري لكت دين بسيس وهضرنا المشاركة بالقطع الخاص والقطع العمومي لأن كاين بزاف يعني مؤسسات من القطع العمومي اللي رام يعني ودولة يعني صرفت بزاف عليهم ودوك باش نحلوا جز هاد النافدة باش تكون المشاركة باش القطع الصح القطع الخاص يقدر يستثمر في هاد المؤسسات العمومية وييون لبيري تقريب من 27 ألف إختار في الفنسي باش يوزعوهم على 54 ولاية دون كي المستثمر كي يتحصل على العيق ويكون تسهولات لفاصيلتاشن pour l'accompagnement فينانسي البانكير نظن باللي يكون يعني يرى un nouvel pour promouvoir l'investissement لأن اليوم احنا شفنا بالسنوات هذه القديمة يعني بالنسبة للإستيراد وهذا نقطة مهمة ونت تتحدثت عنها وربما حتى مروا عندها تعقيب بخصوص هذه القضية احنا شفنا المتوجات اللزائرية بدأت تتواجد في السواق العالمية العالمية وفي الأسواق كما أشارت هل عندكم ربما هدف باشتحقوا هذه المعايير الدولية وتنافسوا المشروبات الأخرى في الأسواق العالمية احنا اليوم نقدر نقول بالمشروبات نهضر على المشروبات ونهضر على المهواد الغذائية المشروبات المشروبات اليوم مصدرين في أوروبا في كندا في أمريكا وهدرنا على النوع على الوصول و هذه لتكون بيان باش ندخلوا لهذه الأسواق خاصة ربما أنه كسب ثقة الزبون الأجنبي صعبة نوعا ما يعني مراهوش كما الزبون المحلي ربما استطعنا كسب ثقة الزبون المحلي المواطن الجزائري لكن الزبون الأجنبي يعني عندوا توقعات أو يعني موش نقول خاصة نوعا ما المعايير على كل حال المعايير والنورم يعني رأنا شفنا البريير هدو طريفار البريير نون طريفار ما ما يكونوش بنسبة نوعية ولكن كان دي بريير نون طريفار باش يعني يدعموا المنتوج تعزبون ولكن كان عندنا احنا درنا في الاقتراحات لكو ديفرت لسيركو ويجب نكونوا منافسين باش نكونوا منافسين وإحنا وعليش خلقنا هذا أغرولوجيستيك جمعنا للكمباني هدو تعالى لوجيستيك تعالى ماريتين باش نديروا لجروب باش نكونوا لأن المنافسة كنا ندروا على سيبليشين يا بليجير مايا كان نوعية عندك الحقي يعني اقدرت عليها وكان لكو وحنا في المشروع هذا النظرة هذه جديدة حبينا نطور المجموعات هدو اللي يسمون les cluster باش يكون تكون منافسة pour être compétiteur ensemble لأن الملتنationale هدو les grandes entreprises عندهم ديجا هذا النوع من النظام هذا الاقتصاد يتسمى les cluster ويديروا ce qu'on appelle les vente groupية les achats groupية لأن باش نكونوا منافسين الاستيراد المواد هدو الأولية في سوق العالمية رمزاد على كل حال ويوجد كين عندها علاقة على كل حال مع المال مثلا احنا درنا اقتراحات في الميدان المياه المعدنية يجب نقطة هذه القانون المال يجب يتغير ما يجب شندي لهم مثلا 2 دينار بارليت يجب نقول لأن سي تاكس لأن هذا الفيليان كان 13 مؤسسات يرون يعني ويقدروا يغلقو ونحن قلنا لا يجب ندعم المؤسسات الصغيرة ويكونوا منافسين باش نولي الأسئلة تعك يجب نعطي لهم مؤسسات 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 ونحن يجب ونحن حضرين في إفريقيا وهو عندنا دي وز وهو ما نتمنى نتمنى أيضا أن يكون ربما أو أن يتحقق الإنعاش الصناعي مثل ما أكد عليها رئيس الجمهورية في سنة 2022 نشكرك جزيلا شكرا سيد مراد على كل الشروحات التي قدمتها لنا مشاهدين الكرام نختم الموعد الاقتصادي وسلم بقية الأخبار معك شكرا